ونبقى في الغوطة الشرقية عزيزي المشاهدين حيث قالت وسائل الإعلامية محلية أن أكثر من 250 شخصا جلهم من الأطفال والنساء أصيبوا بحيات تسمم في بلدة الشيفونية وأفادت الوسائل أن حالات التسمم حدثت نتيجة تناول السكان لوجبات غذائية فاسدة وزعتها أحدى المؤسسات الإغاثية على الإفطار ولمزيد من التفاصيل نضم إلينا عبر سكايب الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة في دمشق وريفها يوسف البستاني أهلا بك يوسف بداية كم عدد المصابين بالضبط بحالات التسمم وكيف وضعهم الصحي حاليا نعم سيدي السلام عليكم وحمد الله البارح علينا وردتنا على أن هناك عدد كبير من حالات التسمم يعني بدأ الرقم بأربعين حالة بعدها سمعنا مئة بعدها مئتين وبعدها يعني آخر أحصائي كانت أكثر من مئتين وعشرين حالة تسمم أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ يعني تقريبا ثلاثين منهم كانوا تحت المراقبة حالتهم كانت يعني جدا صعبة البارحة جميعهم تجاوزوا الخطر الآن يعني صراحة هذه الحالة هي للمرة الأولى تجري في الغوطة الشرقية يعني جراء توزيع وجبات الطعام على الفطور طيب باعتبار المرة الأولى يوزف التي تحدث فيها من هو المسؤول عن وقوع هذه الحالة وهل ستتم حسبة هذه المؤسسة الإغاثية؟ للصراحة هناك جهات الآن تحاول يعني معرفة السبب الحقيقي يعني من التسمم إن كان بسبب سوء المواد المستخدمة بالطبخ أو إن كان هناك أسباب لا علاقة لها المؤسسة الإغاثية لصراحة العوامل الجوية التي يعني ارتفاع درجة الحرارة الغير مسبوق كان له الأثر الأكبر على يعني فساد الوجبات الطعام وسوء التنسيق والإدارة لدى بعض المؤسسات الإغاثية أدى الأمر إلى ذلك يعني هو أمر غير مقصود بالمجمل يعني هي المؤسسة لا تريد تسميم هؤلاء ولكن حدث خلل في عمل المؤسسة سوء تنسيق سوء أيضا إدارة سوء يعني تكتيب عمل والطبخ وما إلى هنا لدي يعني ارتفاع درجة الحرارة مع رمضان مع الطبخ الذي يكون في ساعات مبكرة نعلم أن هناك صعوبة في الغوطة الغوطة محرومة من الكهرباء منذ عدة سنوات لا يمكن حفظ الطعام ولا بأي طريقة هناك صعوبة بمكان حفظه فلذلك نتج هذه الحالات من التسميم يعني في الغوطة هناك آلاف الوجبات توزع يوميا لماذا هذه الحالات بالذات؟ هنا السؤال ربما هناك أحد المواد المستخدمات في الطبخ خالصة الصلاحية منتهت الصلاحية أدت إلى تسميم هؤلاء إلى الآن الصورة غير واضحة الحمد لله أنه لا يوجد أي حالة وفاة اللي جميع تجاوز الخطر وهو أهم أمر آن ونرجو من المؤسسة الإخاثية أن تكون أكثر حرصا على المدنيين وعلى المستفيدين من هذه الوجبات لكي لا تتكرر ما عشناها الأمس الباريحة شكرا جزيلا لك كنت معنا من الغوطة يوسف البستاني الناطق باسم المكتب العلامي للقوات الثورة ترجمة نانسي قنقر